لكن الأول حنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وكالعادة بنبدأ جولتنا من القاهرة تحديداً شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية بسيطة مكملة لحد دينقل عباسية لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في بعض الكسفات النسبية أما لو روحنا عند كبري الجلاء هنلاقي أني في سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة عند كبري المطار في كسفات نسبية بس بتبدأ تختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجاري ونفس الأمر أعلى كبري المطارية للقادم من الكابلات كمان نفق الأزهر بيشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصوراً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كبري أكتوبر أما بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمؤطمة هيكون في سولة مرورية كبيرة بس بتظهر بعض الكسفات على الكورنيش من المعادي لغاية مناطق وسط البلد ومن أثر النبي لغاية الأصل العيني كمان بعض الكسفات في محور الناصر لغاية المنصة وشارع بس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميدين زي مدان التحرير وروكسي ومدان المستشار هشام بركات إذن ناخد بالنا إن فيه غلق كل لشارع الرودة بحي مصر الأديمة علشان البدء فيه أعمال المترو ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو تم عمل مجموعة من الطرق البديلة للقادم من الجيزة كبري عباس ومتجه للملك الصالح هياخد شارع عبد العزيز السعود ثم شارع الملك الصالح واستكمال الطريق القادم من الملك الصالح أما المتجه للجيزة كبري الجيزة ياخد شارع متحف المانيا وبعد كده شارع عبد العزيز السعود ويستكمل الطريق أكدت إدارة مرور القاهرة إن الشوارع المذكورة هتكون كلها اتجاه واحد في اتجاه التحويلة ممنوع السير العكسي ممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الأعمال في الجيزة هنلاقي إن الشارع فيصل بيشهد كسافات مرورية وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد طباطق كبير في حركة السيارات بدأت تظهر بعض الكسافات في منطقة مشعل كمان فيه كسافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية للمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لغاية العشرين بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كسافات مرورية بسيطة قبل محور مدان لبنان أما المتجه لأكتوبر هيكون في سيولة مرورية دلوقتي لو روحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامع هنلاقي إن فيه كسافات مرتفعة للي جاي من كبري فيصل لمناطق الدقي كمان فيه كسافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان يفضل هنا التوجه لمحور عربي وكذلك الأمر بكبري عباس والجامع والجيزة المعدني عشان كمان ظهرت بعض الكسافات في محيط مدان النهضة وصولا لإشارة بين السريات وشارع النيل السياحي بيشهد محور عربي كسافات متوسطة للمتجه من الأقليم وصولا للمهندسين وكسافات في محيط كبري أحمد عربي بسبب الإصلاحات خلونا نروح مع بعض كده محافظة السيوت قدام مستشفى الجامع هنلاقي إن فيه سيولة مرورية مكملة لحد جامعة السيوت لما نوصل هناك هنلاقي إن فيه كسافات مرورية بتبدأ تظهر ويمكملة لحد شارع المعلمين بس بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة كمان فيه سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة السيوت نكمل جولتنا المرورية ونروح لإسماعيلية لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة ناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6 طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي ولكن الطريق الزراعي فيه بعد الكسفات المعتادة في مثل هذا التوقيت ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعا أحوال الطقس النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار راتب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وما إلا الحرارة راتب ليلا على أغلب الأنحاء درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 35 درجة وقال لدرجة حرارة في مطروح 31 درجة كمان في فرص أمطار خفيفة إلا متوسطة على مناطق شمال البلاد وأيضا أسوان العظمى فيها توصل لـ 43 درجة طبعا هنتبقى مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شفاية